موسيقى موسيقى لماذا يهاجمون الكتاب المقدس أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان إنها المشكلة والمعضلة القديمة والحديثة من مهد المسيحية محاولات كثيرة للقضاء على المسيحية ولسيما على الكتاب المقدس ولماذا يهتمون جدا بهذا الأمر ولماذا توجد قوات تسعى بكل إمكانياتها للقضاء على الكتاب المقدس وهل فعلا يستطيعون أن يتخلصوا من الكتاب المقدس وما هي المشكلة بالنسبة لهم عندما نتكلم عن الكتاب المقدس فإذن العديد الذي يهاجم الكتاب المقدس الغير مسيحيين يتهموننا بالتحريف والتزوير لأنه لا يتطابق مع كتبهم والهجوم الأشرس والأعنف هو من ذات المسيحيين الذين يحاولون أن يقللوا من سلطة وقوة الوحي الكتاب ويقولون أنه في أجزاء من الكتاب المقدس غير موحى بها فالهجوم القديم الهجوم الشديد رغم قساوة الإمبراطورية الرومانية ورغم الهجومات الشرسة والاحتلالات في الدول المسحية التي كانت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحرق الكنائس وحرق الكتب المقدسة ولكن ما زال الكتاب المقدس يقف متحديا العالم بأكمله الأسد يدافع عن نفسه فالكتاب المقدس هو أكثر الكتاب اشتهارا أكثر ترجمات وطبعات ونسخ للكتاب المقدس موجودة في هذه الأيام يترجم أكثر من 200 لغة ولهجة وتصل حتى مش بس اللغات الرئيسية الرسمية حتى اللهجات القبلية اللي في داخل البلاد حقا إنه كلام الله الموحى به فلماذا يهاجمون الكتاب المقدس ابقى معي سنتناول هذا الموضوع مع ضيف الحلقة اللي رح أقدمه بعد قليل سأعود بعد هذا الفاصل لماذا يهاجمون الكتاب المقدس؟ أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وأيضا الموضوع عن الهجوم على الكتاب المقدس في ضيف هو مش ضيف هو أخ عزيز جدا وصديق غالي جدا وبصراحة عشان أقدمه مش عارف بالزبط كيف يعني أوصفه أو أقدمه لكن رح أستخدم عبارة أنا تعلمتها منه وهذه العبارة تقول إن أردت أن تكرهه لو قعت في حبه أحبائي هذا الشخص غالي جدا على قلبي صديق قديم تعرفت عليه في أواخر أعتقد في أواخر التمانينات كنا في مؤتمر قبرص في قبرص وكنا نتبادل الآيات والمبارزات والحديث وهذا طبعا شوقنا لبعض وارتبطنا في بعض وابتدأت الصداقة أحب أن أقدم القسيس رضا عدلي رضا عدلي هو كان راعي الكنيسة في الأسبكية في القاهرة في مصر هو غاني عن التعريف يعتبر بيونير في الخدمة المسيحية وأنا زي ما قلت له إحنا دخلنا على تعبو مع أنه برنامج أو خدمة نور لجميع الأمم هي أول خدمة ميديا تلفزيونية في العالم العربي لكن والحقيقة في خدمة الراديو فمن من لا يذكر الصوت الرائع العزب الجميل صوت القس رضا عدلي والتعليم المباركة على قناة الراديو منتو كارلو ومن من لا ينسى فريق الحياة الأفضل وصوته الجميل وطبعا أخذ خدمات عديدة منها في السنودوس ولكن ارتبطنا بخدمات كثيرة منها خدمة الحصاد في مصر وخدمة أعبر إلينا وهو يعتبر من المدافعين عن الحق الكتابي ولسيما الناس اللي عم بتهاجم أو بتستهتر أو بتقلل من أهمية الكتاب المقدس سامحوني على المقدمة الطويلة ولكن لأنه شخص حبيب علي ومحبه أهلا وسهلا قسيس رضا عدلي أنت معنا على الهوى أهلا بيك يا قسيس نظار وأنا أرجو أن أكون هذا الشخص الذي تحدثت عنه ونشكر ربنا من أجل شركتنا ومحبتنا ونشكر ربنا من أجل الرب اللي جمعنا في خدمة مشتركة معا سواء كان في مجال الميديا أو سواء كان في الكرازة والتعليم بكلمة الله بالحضور شخصيا أشكرك للمقدمة وأصلي ومشتاء أن ربنا يبارك هذه الحلقة ليس فقط لكي تكون ردا أو إقناعا لكي تكون سبب خلاص بالفعل واختبار لكلمة الله الحية الفعالة الأمضى من كل سيف أشكرك للتقديم وأهلا وسهلا بحضرتك وبالإخوة والأخوات المشاهدات والمشاهدين أهلا أهلا قسيس أنا من فترة مش طويلة كنت في زيارة عندك في البيت وهذا اللي أثار يعني اشتياقي أنه نتكلم عن هذا الموضوع لأنه تعتبر أنت واحد من الشخصيات المهمة اللي عم بدافع عن هذا الحق الكتابي ولما تكلمت معك في البيت معلش أحكيها بشكل صريح أنت كنت في حالة غضب طبعا الغضب اللي أقصده غضب مقدس وغيري على كلمة الله واللي استغربته من كلامك أنه في كتير في مصر طبعا مصر أم الدنيا إذا فيه أي شيء بيبتدي في مصر أكيد رح يعني يتطور ويصل لكل الدول العربية وكان الحديث أنه فيه هجوم شرس على الكتاب المقدس قبل ما أبتدي في الحديث عن عصمة الكتاب لماذا يعني من فضلك أسيس لماذا يهاجمون الكتاب المقدس أكيد عندك اطلاع أكتر كخادم وككاتب يعني معروف عنك من خلال كمان الكتب والبرامج الحقيقة أسيس نزار الموضوع ده موضوع خطير بالفعل وأي استهانة به هو استهانة بالأسس والأعمدة التي يقوم عليها الإيمان المسيحي كله وهذا الهجوم على كلمة الله ليس جديدا على الإطلاق لكن من الصفحات الأولى في الكتاب المقدس نستطيع أن نشوف من سفر التكوين أصحح ثلاثة عندما أتى الشيطان في صورة الحية وقال أحقا قال الله أن لا تأكل من كل شجر الجنة وهذا الهجوم منذ البداية حول صدق كلمة الله حول هل الله تكلم بالفعل؟ وكأن الهجوم على الكتاب المقدس هو هجوم على شخص الله نفسه هو هجوم على مفهوم الخطير هو هجوم على العدالة الإلهية هو هجوم على شخص المخلص وعلى الخلاص وعلى الحياة الأبدي الهجوم على الكتاب المقدس هو كمن يهدم المعبد على رأسه والحقيقة أنه الهجوم على الكتاب المقدس لم ينشأ من النهاردة ولنبارح وهو إلى آخر لكن هناك هراطقة كثيرين عبر التاريخ منذ القرون الأولى والكنيسة المسيحية تواجه هرطقات عديدة تحاول أن تشكك في كلمة الله الهرطقة الديكوتية، الهرطقة الكورينفسية، الغنوسية، البلاجيسية أنا مش عايز أخش في تفاصيل بس عايز أقول أنه في القرن التاسع عشر بدأ أشرس هكومة على الكتاب المقدس من خلال النقد الأعلى والنقد الأدنى للكتاب المقدس واللي عايز أقوله أن الذين بدأوا بالهكوم على الكتاب المقدس هم من يمكن أن نسميهم المسيحيين الإسميين مسيحي بالإسم، ليس مسيحي حقيقي لكن مسيحي بالإسم ومع الثورة العلمية، مع التطور العلمي، مع النهضة العلمية والأكاديمية التي ظهرت في القرن التاسع عشر والثامن عشر كانت واحدة من نتائجها هو إعلاء العقل إعلاء العقل إعلاء العقل على النص الكتابي وأصبح النهاردة النص الكتابي بدل ما نضع عقولنا تحت ضوء الكلمة المقدسة أصبح النهاردة الناس ما عايزة تحط الكتاب المقدس هو تحت سلطة العقل لأننا لا أنفي العقل على الإطلاق، لأننا نتبع خرافات مصنعة كما يقول بطرس لكن الفكرة هو علينا أن نفكر هل يمكن أن نضع الكتاب المقدس تحت فحصنا نحن؟ هل يمكن أن نضع المطلق في ميزان المحدود؟ وكان الهدف من الهجوم عدة أمور من ضمنها النسبية أنه النهاردة أصبح كل شيء نسبي، يبقى النهاردة ما فيه شيء ثابت تتكلم عن الحق المطلق أو الحق النسبي طبعا، وبالتالي أصبح النهاردة فيه حق نسبي أنت عندك حق نسبي وأنا عندك حق نسبي أنت تتنازل شوية وأنا تنازل شوية أنت تسيب حبة وأنا تسيب حبة وبالتالي أصبح نسبية الحق وطلعت العبارة التي تبدو كأنها براقة وهي جاذبة وهي كاذبة في نفس الوقت العبارة التي تقول لا أحد يمتلك كل الحق لا أحد يمتلك كل الحق، عبارة تبدو صادقة وهي صادقة في المرض لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الحق عبارة عن الصرائر والمعلنات ما أعلنه الله لنا كافي جدا وهو كل الحق لماذا؟ لأن المسيح هو الحق وإذا لم يكن المسيح هو الحق وما تحدث به هو الحق إذن لا يوجد حق على الإطلاق أصبح نهارك كل واحد يغني على ليلا المسيح هو الحق المجسم المجسل الذي أعلن لنا ما هو الحق وكما يقول الكتاب المقدس في سفر التثنية 29-29-29-29 المعلنات لنا ولبنينا والصرائر للرب إلهنا نعم الله لا يمكن أن يحتوي أحد لكن ما أعلنه الله يكفي لنا كذلك حلو أضيف فكرة أو فكرتين يا سيدة نظار لو سمحت لي إذا ما كانش دايقة لا لا تفضل من إما تحب تقطعني في كلام من فضلك أعمل بكمنتات حرية من فضلك أعمل كده هناك كمان من قالوا أن الكتاب المقدس يحتوي على كلمة الله بمعنى أن الكتاب المقدس ليس هو كلمة الله لكن في هذه الكلمة وفي أجزاء أخرى ليست هي الكلمة بأي صورة من الصور من الذي يحكم إذن وقالوا أن الوحي يصبح وحيا على قدر ما يتحدث الروح القدس إليك وعلى قدر ما تتجاوض أنت مع الروح القدس وبالتالي أصبح الوحي بالنسبة للأسيس نزار شهين يختلف عن رضا عدلي يختلف عن سين يختلف عن صاد يختلف عن هذا المؤمن وذاك أسوأ من ذلك أتى النقب إلى شخص المسيح وقالوا المسيح كان في الجسد محدود وبالتالي كان علمه محدود وكان يتكلم الناس على على قدم الخطب وهذا كذب لأن المسيح فيه يحل كل من اللهود جسدية والمسيح مش كان يتكلم على قد ما عرفته المحدودة فقط في الجسد لكن المسيح كان يقول أسوأ كما علمني أب بهذا أتكلم أتكلم بما رأيت عند أبي استمع لكلمة المسيح من فضلك هو بالكلمة الكلمة يقول لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم إذن المسيح لم يكن يتكلم من نفسه ولا من محدودياته لكن الآب الحال فيه الذي أرسله هو الذي كان يعطي هذا يقول المسيح الكلامي الذي يكلمكم به استمع من فضلك لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال فيه هو يعمل الأعمال إن القول بأن المسيح كان محدود وبالتالي كان علمه محدود وبالتالي كان يتكلم على قد علم وقاد على قد علم الناس قول مربوض عليه وهو يفصل بين حلول الآبت والإبن وبين لهوت الإبن وناسوت الإبن بالفضل بالفعل هناك مزاعم كثيرة من ضمنها أن الكتاب معصوم الإنجيل معصوم فيما يختص بالخلاص لكنه غير معصوم فيما يختص بالعلوم المختلفة ومن يفصل ما بين الخلاص وما بين العلوم المختلفة فأنا أردت أن أعطي مقدمة عن الموضوع شكرا جزيلا أساس رضا يعني أنت وأنت بتتكلم أنا عم بفكر في المسبحة مفهوم كلمة المسبحة في مصر المسبحة العقد يعني إذا أنكرت خطية آدم وإذا أنكرت آدم تنكر شيء ثاني وثالث فإذن زي المسبحة إذا أنت بتشيل حبة من المسبحة كل المسبحة رح تفرض فإذن ما هياش أنك أنت على كيفك وعلى ليلاك كما ذكرت أنه أضيف أحط يعني بحسب كيف مفهومي أنا المحدود الطراب أن أفهم أو أشخص الله الغير محدود أنت ذكرت الكلمة المعصومة نحن دائما أساس رضا نستخدم كلمة عصمة الكتاب ما هو المقصود في كلمة عصمة الكتاب المقدس وكيف ممكن نفهم هذه العصمة هل فيه تباين هل فيه اختلاف بين الروايات لنفس الأحداث أشكرك للتشبيه الجميل بتاع المسبحة أو العقد طبعا العقد لو أنه حبة واحدة من العقد انفرط كل العقد الحقيقة إن موضوع عصمة الكتاب شيء مهم وإحنا مش بنتكلم عن صحة الكتاب لأن الصحة شيء أقل بكثير جدا من العصمة لو أن الطالب مثلا في الثانوية العامة جاوب إجابة كاملة وأخب 100% إجابته صحيحة 100% لكنه غير معصوم نحن لا نتحدث إذن عن الكتاب المقدس صحيح فقط لكن نتحدث عن عصمة الكتاب المقدس الحقيقة إن بعض وضحها شوي أكتر وضح الفكرة كلمة العصمة أقول لك العصمة الحقيقة إنه كلمة العصمة معناها المنزة عن الكذب المنزة عن الخطأ المنزة عن العجز النص الغير قابل للتبديل الغير قابل للتغيير العصمة تعني الصحة والكمال 100% الله معناه أن الله لا يغير كلماته لا يغير ما خرج من فمه لا يغير أحكامه العصمة تعني أنه لا تناقض على الإطلاق بين طبيعة الله من ناحيةه وبين كلمته نحن لا نستطيع أن نفصل بين شخص الله بين طبيعة الله بين ذات الله وبين كلمتين إذا كنت تؤمن أن الله معصوم بمعنى أنه منزة عن الكذب والخطأ والعجز والتبديل والتغيير والتناقض إن كنت تؤمن بذلك فلابد أن تؤمن بعصمة الكلمة التي تكلم بها فلا يمكن أن الشخص المعصوم يتكلم بشيء غير معصوم بأي صورة من الصور أنا لم أعرف المسيح المعصوم إلا من خلال الكلمة المعصومة لم أعرف الله المعصوم لم أعرف الله كله القدرة كله الحكمة كله المحبة كله العلم المتواجد في كل مكان القادر على كل شيء أنا لم أعرفه إلا من خلال هذه الكلمة فالكلمة المعصومة أكبر بكتير جداً من الكلمة الصحيحة صحيحة أنا ممكن أخش امتحان وأخذ درجة نهائية ممكن إجابة أي واحد يبقى إجابته صحيحة شهادة أي إنسان تبقى صحيحة معلومة أي إنسان تبقى صحيحة لكن يبقى العصمة هي لشخص الرب بالفعل وأنا عايز أقول شيء مهم جداً في نهاية الجزء ده صحيح الكتاب المقدس ليس كتاب علوم وليس كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا وليس كتاب فيزياء وليس كتاب تمياء وليس 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 لكن كل ما قاله الكتاب المقدس فيما يختص بهذه العلوم هو ليس فقط سليم لكنه معصوم بئة مئة بالمئة وهذا يجعلنا نسأل السؤال اللي حيث أكسألته من شوية أذكر عن تباين الروايات أعتقد مش كده أسيس نظام نعم التباين أو الاختلاف بين الروايات الحقيقة أنه علينا عشان نفهم التباين ما بين الروايات والكتاب المقدس علينا أن نفهم الغرض من النص الغرض من النص فمثلا متى كتب لليهود ماركوس كتب للرومان لوقة كتب لليونان يوحن كتب للعالم أجمع يبقى النهاردة التباين الموجود في السرد في الروايات سيختلف بحسب الغرض أنا فكر زمان لما كنا بنقدم لأبنائنا والأحبادنا في المدارس كانوا يسألون كم عمر حفيدك كم عمر حفيدتك فكنت لازم أقول مثلا أربع سنين وثمان شهور وواحد وعشرين يوم لو أن الأسيس النظار بيستضفني في برنامج ويسألني كم عمر حفيدتك أقوله خمس سنين وبالتالي النهاردة الغرض من النص بيخلي فيه تباين في الرسالة تباين في المعلومة مش تضاد في المعلومة لا تباين في المعلومة حفيدتك عندها خمس سنين عندها خمس سنين لكن لما قدم لها في المدرسة لازم أكتب السنة واكتب الشهر واكتب اليوم كمان لما مثلا تحصل جريمة ربنا يحفظنا من الجرائب وأكتب مقالة عن الجريمة تختلف عن لما أرح أقدم شهدتي في المحكمة أكيد تختلف مش لأنها تتضارض لا لا إن الغراب من النص مختلف كمان ممكن نفهم التباين يا أسيس نظار في ضوء فهم الإسلوب فهم الإسلوب والرواية مثلا في بشارة مرقص أصحاح ثلاثة نلتقي بشفاء يراجل يده يابسة لكن لوقا لما يكتب في لوقا ستة عن هذا الشفاء يكتب شيء مهم جدا يكتب يده اليمنى كانت يابسة لأن الوقا كان طبيبا وبالتالي تباين فهمنا للخلفية وللرواية يساعدنا أكتر في مرقص خمسة نلتقي بشفاء نازفة الدم اللي شفاها الرب يسوع بقدرته بعد أم كانت نازفة الدم 12 سنة في مرقص خمسة في لوقا تمانية لوقا يقول لم تشفى لكن في مرقص خمسة يقول صارت إلى حال أردن ليه؟ مرقص بيسجل الحكاية لكن لو قال أنه طبيب فيه هناك أخلاقيات للمهنة لذلك استحياءا من لوقا لا يذكر العبارة صارت إلى حال أردن ده مش تضاد في القصة لأنه على الإطلاق ما فيش واحد فيهم قال إنها صارت إلى حال أحسن لأنه على الإطلاق مثلا في متى عشرين ننتقد بأعميين الرب يسوع التقى بهم هو خارج من أريح بينما في لوقا 18 بأعمى واحد هو خارج من أريح ما فيش تضاد ما فيش واحد فيهم قال إن المسيح لم يتقي بأي أعمى ولا واحد فيهم قال إنه واحد أعمى وما فيش أعمى خالص لكن الفكرة إنه واحد فيهم متقدم واحد فيهم متكلم لذلك الالتفاة والتركيز كان عليه لذلك عندنا نفهم التباين وبعد إذنك أو بعد إذنك يا سيس بالنسبة للأعميين فعلا هو في أريحة القديمة وفي أريحة الجديدة أريحة الجديدة كانت بناها هيرودوس الكبير وحسب من وين إذا انت فايت أو طالع من المدينة إما طالع من المدينة القديمة أو داخل على المدينة الجديدة حسب كيف بينظر إليها وطبعا إحنا كلنا نؤمن كمسيحيين إنه في إنجيل واحد الإنجيل المقدس بس فيه بشائر وكل واحد أخدها من زاوية زي ما أنا بتكلم معاك فيه ثلاث أربع كاميرات عم بصوروني عشان تشوفني أو الجمهور اللي بيشوفني كل شخص مثلا دلوقتي بيشوفني أنا بتكلم ميدل شات بعد شوية ممكن تشوف ويت شات بعد شوية بتشوف الكاميرا الرابعة ما أخديتني من زاوية هو أنا نفس الشخص ولكن مأخوذ من عدة زاوية والشرح بحسب الخلفية لمن يكتب في زمانه في المعاصرين طبعا في أيامه أسيس رضا كمان أنت ذكرت عن العصمة بس في شيء لفت انتباهي أنك ذكرت أن العصمة غير الوحي فممكن تشرح لنا عن ما هو مفهوم الوحي في الكتاب المقدس لأن هنا فيه إشكالات يعني فيه أحباءنا المسلمين بيختلفوا معانا بين فكرة الوحي والتنزيل إلى آخرة فممكن توضح الفكرة من فضلك الله بيتكلم الله بيتكلم زي ما قال ابني هاني روماني الله بيتكلم لي وليك الله بيتكلم كل الناس بصورة وصورة من حوليك كله يعطيك المحساس الله بيتكلم الله بيتكلم والكتاب المقدس بيعلمنا أنه فيه هناك إعلان عام وفيه إعلان خاص الإعلان العام الله بيتكلم من خلال الطبيعة السموات تحدث بمد الله زي ما بيتكلم في مزمور 19 أو أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض زي ما بيتكلم في مزمور 8 أو أعمال الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرم دي زي ما بيتكلم في رومية واحد التسعة عشرين ده الإعلان العام لكل الناس واضح الله عايز يوصل مين هو للجنس البشري عايز يقول مين هو عشان كان يلاقي 500 مرة في أسفار موسى الخمسة يقول قال الله 4000 مرة في كل العهد الأدين يقول الكتاب قال الله أمر الله تكلم الله وهلهم مجر إذن هناك إعلان عام وهناك إعلان خاص إعلان خاص في الكتب المقدسة في الكتاب المقدسة والنهاردة لازم أن أفهمين كلمة الوحل يقول لنا الكتاب في تيموثا وستانية أصحح 3 الآية 16 يقول لنا كل الكتاب هو موحا به من الله في الكلمة اليوناني تعني متنفس الله متنفس الله الله عندما يتكلم يتنفس ويأتي هذا التنفس إلى كتبة الوحي المقدس عشان كده نبص نلاقي أن الكتاب الله عندما يتحدث الله مش عاجز الله قادر الله متكلم وهو يريد أن يوصل رسالته للجنس البشر لكن الله استخدم أنبياء كثيرين عبر التاريخ علشان خاطر نفس الكلمة بنفس الرسالة بنفس القوة بنفس العصمة تصل إلى الجنس البشري تصل إلى المكتوب إليهم زي بالضبط الأشعة الشمس لما تخش على كاتدرائية فيها ألواح جميلة زجاجية بألوان مختلفة هو شعاع واحد للشمس وعندما تسقط أشعة الشمس على الحائط يكون لها ألوان مختلفة لذلك الله يستخدم علم موسى ويستخدم شاعرية داود ويستخدم ارتقاء يحنم ويستخدم بساطة عموس ويستخدم بطرس ويستخدم وهلوما جرم عشان كده المقصود بالوحي هو أما الله يتكلم الله يتكلم والله يعصم من يستخدمهم من الانبياء لكي يوصل ليس فقط الإعلان العام بوسط الطبيعة وما يصنعه الله في الخليقة وفي التاريخ لكن أيضا من خلال من خلال الإعلان الخاص هذا هو المقصود بالوحي الله يتكلم ويكلم الكتاب المقدس في رسالة عبرانين أصحح واحد الآية واحد الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بين واعل وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه وهنا نرى الوحي يأخذ صورة مختلفة صورة كاملة أن الله لم يره أحد القط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر الكلمة المستخدمة الإعلان عن الفكر الإعلان عن الإرادة الإعلان عن الشخصية الخروج من المتاهة والإعلان عن من هو الله وهنا نرى الكتاب المقدس يقدم لنا صورة الوحي الله يتكلم والله يعصم الكتاب ويستخدم خبرتهم وثقافتهم وظروفهم وأحوالهم ويعصمهم لكي يقدموا ليس فكرهم هم لكن يقدموا فكره هو بأسلوبهم هم فالكتاب المقدس صناعة إلهية 100% وصناعة بشرية 100% لأن الله عصم هؤلاء الكتاب بصورة واضحة حابب أقول كلمتين ثلاثة حابب أقولهم فيما يخبص بالمخصوط بالواحد 0-2 أصحاح 4 الآية 2 يقدم الرب أمر يقول لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أصيكم به ولا تنقسم يشوع يقول في يشوع 23 لم تسقط كلمة وحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب الكل صار لكم لم تسقط منه كلمة وحدة وده يعلمنا أن الوحي الكتابي لفظا ومعنى فليس فقط هو مجرد معنى لأنك لا تستطيع أن تفصل المعنى عن اللفظ وإلا كيف يمكن أن تتم مئات النبوات التي تحدث بها الكلمة المقدسة ولم يكن يعرف كتابها عنها شيء على الإطلاق قدقي شيء جميل يأسيس نظار نحن نشوف كده الكلمات الجميلة في سفر العدد أصحاح 23 لم يقول الكتاب في الآية 19 ليس الله إنسانا فيه يجذب ولا ابن إنسانا فيه يندم هل يقول ولا يفعل كده والصورة الجميلة البديعة الرائعة الممتعة في سفر إشعياء 55 11 كما أن المطر والسلج ينزلان من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يروياني الأرض ويجعلني هتلده وتنبته وتخرج زرعا للزارع وخبزا للأكل هكذا تكون كلمة التي دخل من فمي لا ترجع إليا فارغا بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له جون كيلب قال عندما تفتح الكتاب المقدس يفتح الله فمه فالوحي يعني أن الله أعلن عن نفسه وأنه استخدم خبرة الكتاب لكي يوصل ذات الفكر بذات الكلمات التي فيها هؤلاء الكتاب إلينا أسيس رضا نحن نعرف أنه فيه شهادات كثيرة لصحة الكتاب ولعصمة الكتاب منها الأدلة الداخلية أو الأدلة الخارجية طبعا فيه شهادة المخطوطات فيه النبوات التي تمت في شخص المسيح القصص الحقيقية وليس مجرد قصص خيالية مثل أساطير المصريين أو البابليين وفيه دلاء الجغرافية تاريخية الحفرية الأركيولوجية إلى أخرى ولكن يعني ماذا عن شهادة يسوع المسيح لكلمة الله حضرتك سألتني سؤال وأنا يعني حاببين أنا أتوجه إليه أنه الوحي الكتابي المسيحي يختلف عن الوحي القرآني أيها صحيح فالوحي القرآني يتحدث عن التنزيل عن فكرة التنزيل عن أن القرآن كان مبوط في اللوحي المحفوظ وأنه وأنزل بهذا النصر لكن الحقيقة إحنا عندنا في أجزاء فعلا في الكلمة المقدسة بنفس الصورة فإحنا بنسمع مثلا في سفر الخروج أصحي 32 أن الله صنع لوحي الشريعة وأن كتب الوصايا العشرة منقوشة على على لوحي لوحي الشريعة من الناحيتين فهناك وحي إملائي بالفعل لكن الكتاب المقدس يعلمنا شيء آخر فالكتاب المقدس ليس موانزلا بهذه الصورة القرآنية لكن الكتاب المقدس يعلمنا كما يقول في بلد ستانية واحد لأننا لم نتبع خرافات مصنعة وبعد كده يقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وكلمة مسوقين الكلمة اليونانية كانت بتستخدم على الأعشاب على ظهر المياه اللي بتسوقها المياه أو الهواء في قلوع المراكب وهنا يشوف إزاي أنه العنصر البشري والعنصر الإلهي كما أن يسوع المسيح إنسان كامل وإله كامل هو الإله المتجسد كمان هناس الله مسوقين بالروح القدس يقدموا لنا الكلمة المكتوبة فهناك تباين بين الوحي الكتابي والوحي القرآن حابب أتكلم عن شهادة يسوع للوحي تفضل يسوع للوحي اللي حددك سألت عنه وأنا أعتبر أنه شهادة يسوع عن الوحي عن الكتاب المقدس هو عمدة الشهادات عمدة الشهادات فالرب يسوع مثلا يتكلم عن الخلق عن خلقهما من البد ذكرا وأنزا يتكلم عن هابيل يتكلم عن شخصية إبراهيم والنقد بكل أسف النقد الهدام الليبرالي يهدم كل هذه وكأن المسيح لم يكن يعرف ما هي الحقيقة المسيح شاهد عن الطفان الذي أتى وأهلك الجميع المسيح تتكلم عن نوح شخصية نوح إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك يسوع تحدث عن حوادث تاريخية سدوه معمورة سدوه معمورة تحدث عن وفي لواء يقول لنا أذكروا إمرأة لوت مش بس أن الرب أنقذ لوت من سدوه معمورة لكن كمان نشوف أنه يتحدث عن إمرأة لوت إمرأة لوت التي نظرت إلى غراء مصارى عمود ملح يتحدث الرب يسوع عن موسى يتحدث عن النموس يتحدث عن يتحدث عن الحياة النحاسية تحدث يسوع عن داود وسليمان تحدث عن نينوة تحدث عن الشعياء وشيء اللافت للنظر يا أسيس نزار هو أن بعض المتعاصرين يشوفوا مثلا أنه سيفر زي سيفر يونان يقولوا عليه في الكلور شعبي في الكلور شعبي دا مش قصة حقيقية دا في الكلور شعبي رغم أن مدينة نينوة مدينة حقيقية وشعب نينوة شعب حقيقي وهو إلى آخر لكن نقرأ في الرب يسوع ماذا يقول الرب يسوع في متى أصحح 12 يشبه الرب يسوع نفسه بيونان كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة يالي هكذا يكون ابن الإنسان يمكن المشاهدين الأعزاء الأحباء الرب يسوع لم يشبه نفسه بشخصية في كل الكتاب المقدس إلا بشخصية يونان تفتكروا ممكن شخصية يونان الرب يسوع يستخدمها عن موته وقيامته وهي شخصية في الكلورية يعني مثلا نتكلم عن باربي مثلا كشخصية في الكلورية أو سوبرمان أو سندباد أو ميكي أو سامير القصص الأديمة بتاعتنا بتاعت زمان عشان نشبه بيها الله قدرة كلية القداسة كلية المحبة في صلبه في صلبه في موته في قيمته يا جماعة إذا أردتم من الناس تصدقكم يعني خليكم عاقلين هل يسوع هيستخدم في الكلور عشان يوضح بيه ويسبر بيه موت صلبه وموته وقيمته من بين الأموات حبيب كما أننا أقول قد إيه الرب يسوع احترم كلمة الله الرب يسوع احترم الكلمة وقدس الكلمة الرب يسوع يقول في متة خمسة يقول ما جئت لأنقض النموس والأنبياء بل أكمل بيتمم النبوات بيتمم النبوات ما جئت لأنقض بل أكمل قد إيه كلام جميل لما المسيح يقول استمع من فضلك ويرجع للنص ده وفي متة خمسة سبعتاشر وثمانتاشر يقول لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من النموس إلى أن تزول السماء والأرض اللي يمكن بعضنا ما يعرفش أن كلمة التعبير نقطة واحدة التشكيل العبراني كان عبارة عن نقط هيرك وسيجول كان عبارة عن نقط وكأن يقول حققت الأمر البسيط سود الصغير أصدر الحروف العبراني إلى أن يكون الكل عشي يجي رب يسوع يقول متة خمسة تسعة وتلاتين فتش الكتب فتشوا لكم أي قالت يتاشر لي لما جوم الفريسيين يسألوا عن الزواج والطلاق في متة ساعتاشر يقول أما قرأتم أن الذي خلق من البدن يرجع للبدن مرة كنت أتكلم مع واحد وقال لي هو أنت مش هتترقى شوية استثاراتها مش هتتغير تفكيرك كده شوية وتمشي مع الدنيا قلتينوا طبعا المسيح لما حب أنه يظهر الدم قال البدن رجع الناس للحق فائق للأسس للمبادئ الأساسية إذا شلنا المبادئ الأساسية ماذا يتبقى لما التقى الرب يسوع بالشاب لأني أحفظ الوصائف ومش عايز أتكلم أكتر عن التجارب البرية والرب يسوع يقتبس من سفر التسنية من سفر واحد اللي ربما البعض يشاكك فيه كان يقتبس عشان يقول مكتوب 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 نعم شئاته لأنه كان نوح هكذا يكون فيه أيام مجيء ابن الإنسان أيضا شهادة الرب يسوع هي عمدة الشهادات للكتاب المقدس أساس رضا سنأخذ فاصل قصير بس خلينا أوجه لك السؤال بعد الفاصل ممكن ترد عليه طبعا مثل ما ذكرت في البداية يهاجمون الكتاب والبعض بوجه تهمة التحريف للكتاب المقدس إيش الرد على هذا الموضوع إذا عندك سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى لماذا يهاجمون الكتاب المقدس ضيف الحلقة القص رضا عدلي وبصراحة الحديث ممتع جدا معك قصيس رضا بس حبيت أحط ملحوظة أن الوقت يأذف بسرعة ففي عنديك سؤالين أو ثلاث إذا ممكن حاول نغطيهم خلال الربع ساعة القادمة أنا وجهت السؤال شو الرد على تحريف الكتاب المقدس الحقيقة ونرد نظارة على تحريف الكتاب المقدس حاببا أقول تحذير بسيط أن من يتهم الكتاب بالمسيحيين أو من يتهمنا بتحريف الكتاب المقدس هذه تهمة يمكن أن ترتدي إلى شخص من يتهم فممكن أن يتهم أي دين وأي كتاب إذا جاز اتهام الكتاب المقدس بأن احنا حرفنا فهذه تهمة يمكن أن تقدم لأي دين آخر لأي كتاب آخر هناك أربعة أسئلة ينبغي في التحريف أن نسألها متى تم التحريف السيس رضا بس في شخص بعت الأخ محمد هو يعني عابر للمسيح قال هل الله كان ضعيفا غير قادر على حفظ كتبه الأولى وكلامه ثم فجأة استرد قوته بعد ذلك فحفظ كتابهم وبعدين كيف تم الاتفاق على تحريف الكتاب خلال 1600 سنة يعني خلال فترة كتابة الوح تفضل السيس رضا فعلا فعلا دلنا بقوله أن النهاردة إذا كنت تتهمني بالتحريف أو بتغيير الكتاب فممكن غيري كمان يتهمك بنفس الأمر وكمان النهاردة زي ربنا قادر أنه يحفظ كلمة في حدة ولا يحفظها في حدة تانية وزي إنه له لحافظون إزاي علينا نسأل متى تم التحريف هل تم التحريف قبل القرآن مثلا وإذا كان تم قبل القرآن كنا نتوقع أن القرآن يكشف هذا التحريف لو بعد القرآن إذن كان هناك فيه 700 سنة 700 سنة كان فيه هناك مئات النسخ التي وصلت آلاف النسخ التي وصلت وعشرات الترجمات التي ترجمت ولو عندي فرصة أتكلم عن الحكاية دي يبقى بالتالي متى تم التحريف من قام بالتحريف من قام بالتحريف ده سؤال التاني لو إن اليهود حرفوا العهد الأديم كان المسيحيين يفتحوهم لو إنه المسيحيين حرفوا العهد الأديم كان اليهود يفتحوهم لو إنه اليهود حرفوا العهد الجديد كان المسيحيين يفتحوهم ولو غيرهم حرفوا في الكتاب المقدس كان اليهود والمسيحيين كانوا ويفضحوهم بالتالي وكانوا يهاجموهم. من الذي قام بالتحريف؟ ثم ما هي الأجزاء المحرفة؟ أنا أضع التحدي بالفعل. ما هي الأجزاء المحرفة؟ وبالتالي السؤال الأخير هو ما هي النسخة أو أين هي النسخة الأصلية؟ النسخة التي لم تحرم. وإذا كانت هذه النسخة أخفيت. أخفيت متى؟ ولماذا لم يتحدث عنها الذين يتحدثون عن تحريف الكتاب المقدس؟ لماذا لما ننتهب بها سوى في هذه السنوات الأخيرة؟ فيما يختص به. ثم هناك الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية هي ترجمة العهد القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. تم سنة 250 قبل الميلاد. استمع من فضلك. 250 قبل الميلاد. إذن هذا يعطينا استحالة استحالة تغيير العهد القديم بأي صورة أو نصور. ثم أنه عندنا عدد المخطوطات اللي لحد سنة 325 لمجمع نقية. عدد المخطوطات اللي عندنا من الكتاب من العهد الجديد 24.633 مخطوطة. من ضمنها 5.000 مخطوطة كاملة للعهد الجديد. حتى عام يرجع تاريخها لعام 325 لمجمع نقية. كيف يمكن أن يتم تحريف هذه كلها؟ ثم كيف يمكن أن يتم تحريف الترجمات المختلفة لكتابة المقدسة؟ الترجمة السيريانية تمت ما بين سنة 150 إلى 250. الترجمة القبطية تمت ما بين سنة 200 إلى سنة 300. الترجمة اللاتينية تمت ما بين سنة 300 وسنة 400. جيروم عمل ترجمة الفولجاتة سنة 382 وكلمة فولجاتة جاءت منها كلمة فولكلور يعني شعبي سنة 382 عندنا منها 8.000 نسخة. عندنا 9.000 نسخة من الترجمات القديمة حتى عام 325. والنهاردة الكتاب المقدس مترجم إلى 2200 لغة ولهجة أو أجزاء منه. كيف يمكن إذن أن يحرف حرف واحد بأي صورة من الصور؟ وعندنا كل هذا الزخم. عندنا الاقتباسات التي تمت حتى سنة 325 مجمع نقيقية. الاقتباسات من الكتاب المقدس. 36.280 اقتباس اقتباسها الأباء في كتابتهم المختلين. كيف يمكن؟ كيف يمكن أن يحرف الكتاب؟ المؤمنين الأوائل اتبعوا النظام العبراني النظام اليهودي في قراءة النص الكتابي وقسموا العهد الجديد إلى 1797 جزء. الكنيسة بتقرأ هذه الأجزاء بانتظام. كيف يمكن أن يحرف الكتاب المقدس؟ ثم أن المجامع المسكنية صدقت على الكتب المقدسة. مجمع نيقية 325 مجمع قسطنطينية 381 مجمع خلق ديونية 451 ورغم اختلاف المسيحيين مثلا في مجمع خلق ديونية إلا أنهم لم يختلفوا على الكتاب المقدس بأي صورة من الصور. لو أننا حرفنا الكتاب المقدس لماذا لم نحزف سقطات الأبطال؟ لماذا لم نحزف مثلا زنى داود وقتل داود؟ لماذا لم نحزف هزيمة شعب إسرائيل أكثر من مرة؟ لماذا لم نحزف أخبار السبي البابيلي والسبي الأشوري وإنكار بطرس وهرب التلاميذ ومقاومة بولس لبطرس وخطايا الكنائس التي نقرأ عنها في سفر الرؤية في أصحاح 2 وأصحاح 3 من سفر الرؤية أنا شخصيا عايز أقول لو أنه هناك تحريف لكنا حرقنا النسخ المختلفة من الكتاب المقدس هناك تباين في قراءات مختلفة في هذه النسخ لكن هذا العدد الضخم 24.633 مخطوطة للعهد الجديد تجعلنا على يقين أن مهما كان هناك تباين في حرف أو كلمة هنا أو هنا لكننا من خلال هذا الضخم إلا حرصنا عليه لم نحرق هذه النسخ بأي صورة من الصور ولذلك نحن نستطيع أن نمسك بالكتاب المقدس ونقول هذه كلمة الله بالفعل أساس رضا فيه معانا مكالمة رح أخذها والمكالمة من الأخ علي الأخ علي يحنى تفضل أنت معانا على الهواء أنا سعيد جدا أني أكون معاك على الهواء لأنني بتمع لك من سنين كثيرة وبدأ يعني أنت أنا بنختارك للبشارة المسيحية شكرا معلش أنا حاسب كيف يكون الصوت بيقصع ولا حاجة لا صوتك كويس تفضل أخ علي شكرا كتير على يعني كلامك اللطيف ربنا يباركك تفضل أخ علي ربنا يبارك حاسب في الأول أنت كلمت عن المسلحة هي اسمها السبحة السبحة اللي بي بيقولوا عليها سبحان الله والحمد لله والله أخوة المصريين أسف إحنا بنقولها مسبحة في فلسطين معلش مش مسبحة يعني اسباحة سبحة أوكي مفيش بصي أخي الحبيب إحنا لما بنخش فيه التفصيل في عسم الكتاب المقدس ونتكلم فيه هذا الموضوع هذا موضوع الجدلي لمجرد بعد الفكر للخلال للبشرية لموضوع مجادلة حول الكتاب المقدس وهذا الموضوع يجعل كثير من الناس متحيرين عندما يسمعون أنا نتكلم عن عصمة الاتتاب المقدس إحنا متأكدين إن هذا الكلام هو كلام ربنا وإن ربنا نفسه ظهر لنا في الجتد عشان يتلمنا ويشرتنا في طبعتنا الإنسانية ويدينا الفرصة إنهنا نشاركه في طبعته الإلهية كانت خطة ربنا وخطة الخلاص لكل البشر الرب يسوع المسيح أنقذني وأنقذ كثير مثلي وعبرنا من الإسلام إلى المسيحية لماذا؟ لأن الكتاب المقدس هو كلام حي يتكلم معنا ربنا من خلاله الكتاب المقدس ما هوش مجرد حبر على ورق ده كتاب مملوح على نبوآت من آلاف سنين وإحنا لا نستطيع أن نفرقه بين مصر وآخر وإتصال لمشاركة في المداخلة أنا سعيد إنه هو بيجيب نصوص كثير جدا لكن هي مش مجرد نصوص لأن الإيمان المسيحي كان موجود قبل وجود الإنجيل وقبل موجود الرسائل بتاع رسول بورس ودما حصل في تجميع الكتاب المقدس في النكية الكتاب المقدس اتجمع على أساس إيمان المسيحي الإيمان بتاع الرسل الإيمان بتاع الأطاقب وهم شافوا إن الكتب اللي اتجمع الكتاب المقدس هي تميل إلى الفق المسيحي والإيمان المسيحي فإحنا مش هنقل بعد الثاني سنة ونقعد نتكلم أنه كان ده كلام ربنا ولا ده رسالة العبرانية في هداية الكتاب يقولك إن ربنا كلمنا بعشياء كثيرة ومختلفة ولكن لما أراد أرسل ابنه لكي نتعلم منه الرب يسرع المسيح هو كلمة الله إصرع جاب جاء وأخذ شكل إنسان لكي يوقفنا من عذاب الشيطان الكتاب المقدس هو كلمة ربنا وإذا ما كان كلمة ربنا يبقى كل أنبياء اللي ماتوا بطلب الكتاب المقدس يبقى ماتوا دون شايد لكن هم ضحقوا بأنفسهم أخي علي أول شهيد للكنيسة ينظر إلى السماء ويقول أنه بيضع روحه في يد المسيح وأنه شايف أن الرب يسرع جالس عن يمين الله أخي علي عاوز أقول أنه مداخلتك وصلت لأنه الوقت أمامنا دقيقتين ثلاثة بس أنت شوقتني كتير يا أخ علي أنه فعلا نعمل مداخلة أو حلقة مع بعض وأنا حابب أسمع منك بشكل أكتر أسيس رضا أنت سمعت المداخلة من الأخ علي وهو طبعا يتكلم من اختبار يتكلم أنه كان مسلم صار مسيحي وهو عابر يتكلم من اختبار حي حقيقي لمس فيها قوة كلمة الله عشان أسيس رضا عشان نعطي العدالة أنه نوفي الموضوع حقه هل ممكن تعطينا وعد نعمل حلقة تانية نغطي هذا الموضوع لربما الأسبوع القادم أو بعد القادم نحن فينا نتواصل هل ممكن نعمل هذا الشيء أمين 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 طيب معناته نحن في الختام السيس رضا قدامنا دقيقتين دعيني أسألك ما هو الرسالة التي أريد أن توصلها من خلال هذا الموضوع الناس يتهاجم ما هو الرد وما هو الرسالة التي أريد أن توصلها الرسالة بتاعتي هو الكتاب المقدس كتاب مفتوح كتاب لا يخشى من النقد قالوا الاسبرجين دافع عن الكتاب المقدس قال هل أجيب قط يدافع عن أسد اطلق الأسد من عريني وانظر كيف سيفعل الكتاب المقدس كالذهب كلما وضعته في النيران كلما اكتشفت غلاوة معدن الكتاب المقدس الشيء الآخر الذي عايز أقوله أن هناك من لن يستفيد من الكتاب المقدس يحدثنا الكتاب في متى 13 عن أنه بضر الكلمة تسقط في تربة حجرية في غرور في غنى في تربة صخرية في الشرير في الموضوع على الطريق هناك إذن إن كنت محاب بتجارب كثيرة أطلب من الرب يا رب ساعدني من فضلك لكي أستفيد من الكتاب المقدس يقول الرسول بولوس لأني نست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن الكتاب المقدس هو قوة الله للخلاص الكتاب المقدس ليس يحتوي على قوة الله الكتاب المقدس هو قوة الله لذلك افتح قلبك لنعمة وعطية الإيمان حتى يغير الرب يسوع حياتك بالفعل يقول الكتاب في يقوب واحد واحد وعشرين لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبال بوادع الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نبوسكم مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد اقبل كلمة الإنجيل وارفع قلبك للرب اقول يا رب أنا أريد في هذه الفرصة أن كلمة الإنجيل تغير حياتي ساعدني لكي أقرأ الكلمة ساعدني لكي أتأمل في الكلمة ساعدني لكي أدرس الكلمة ساعدني لكي أحفظ الكلمة ساعدني لكي أطبق الكلمة يا رب ساعدني من فضلك لكي أقبل يسوع المسيح المعلن في إنجيل يسوع المسيح الله يريد أن يتكلم إليك فافتح قلبك لنعمة الإيمان بكلمة الله بالكلمة المكتوبة والكلمة المتجسد أسيس رضا لنا لقاء آخر عشان نعطي الموضوع حقه لكن لا توجد كلمات أعبر فيها عن إمتنانه شكر العميق لشخصك المبارك وعلى أوقوفك في هذا الموضوع ربنا يباركك ويبارك خدمتك مع أنه أنت مليان بالمواهب ولكن اخترت في هذه الأيام أنك فعلا تركز يعني هذه الأيام هو الدفاع عن كلمة الله لكن تعبرت عنها كما قال سبيرجن دع الأسد يدافع عن نفس وأنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب المقدس ولا بد أن تتغير حياتك شكرا كتير لإستماعكم الرب يبارككم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة